العدالة الانتقالية في تونس أنا شخصيا أعتبر أنه كانت ظروف ملائمة سواء على مستوى تحركات المجتمع المدني سواء على مستوى المجتمع الدولي اللي كان مساعد بالخبراء بالتروير كنا معناها بشكون التجربة التونسية تجربة رائدة خاصة أنه أن العدالة الانتقالية اليوم ما هيش العدالة الانتقالية من 21 و 30 سنة اليوم عندنا معايير عامة للعدالة الانتقالية اللي اكتسبناها من التجارب اللي سبقتنا مع الأسف أحنا في تونس قمنا بجميع المجهودات مدعنا على مستوى السلطة وساعد كذلك في المجتمع الدولي باعتباري كان متبني للمسار اللي مشات عليه السلطة قمنا بجميع المجهودات بش نشتوا التجربة التونسية أول محطة هي إحداث وزارة لحقوق الأنسان والعدالة الانتقالية اللي معناها ما قمتش بتدور متاحة واللي همشت الهدف الأساسي للعدالة الانتقالية الوزارة هدية أسندت لها مهمتان مهمة باتخاذ تدبير عاجلة لفئدة شهداء وجرح الثورة والمهمة الثانية هي التنصيق مع مكونات المجتمع المدني مع المنظمات الحكومية مع مختلف المؤسسات لتعديد سياسة للعدالة الانتقالية مع الأسف وظفت العدالة الانتقالية ومعناها ما كانتش قادرة باش تتحكم فيما صار العدالة الانتقالية وصارت عدالة الانتقالية موازية اللي معناها وقعت تسوية بعض الملفات أو العديد من الملفات ليش بعض الملفات المتعلقة للمتورقين مع المدام السابق سواء سياسيين أو رجال الأعمال بتهريقة غير شفافة بحيث العدالة الانتقالية أفرغت من مجالها ومن مضمونها هذه العثرة الأولى العثرة الثانية وأنه قانون العدالة الانتقالية تضمن العديد مما النقاس وتضمن عديد هنا العراقين اللي هي باش معناها تتفشل التجربة التونسية وباش تكون عائد أمام نجاح حيئة الحقيقة والكرارة من بينه وأنه لا يعقل وأنه قانون عدالة الانتقالية يخرق مبادئ دستورية مسلم بها خرق مبدأ حق التقاضي عندما حجر الطعن في قرارات لجنة الفرز قرارات لجنة الفرز اللي تختار أعضاء هيئة الحقيقة والكرارة غير قابلة للطعن كذلك خرق مبدأ دستوري آخر وهما مبدأ التقاضي على درجتين أحدث دوائر متخصصة على مستوى المحاكمة الابتدائية لكن ما أحدثش مثيلاتها على مستوى محكمة الاستنف الدستور واضح في هذا المعنى وأنه التقاضي على درجتين اتدائي واستنف ثم تعقيد محكمة تعقيد هي محكمة قانون ثم المبدأ الآخر الذي وقعه معناها خرقه هو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات هذا المبدأ يقتضي وأنه لا يمكنه محاكمة شخص إلا بمقتضى نص صدق وراء نجمش تحكمني اليوم هنا نص اليوم على أفعال افتكبت هتوه مدد عشرين وثلاثين سنة قانون عدالة انتقالية خرق هذا المبدأ إلى جانب هذا نسكول تعلم وأنه أعضاء هيئة الحقيقة والكرارة ما وقعش اختيارهم حسب الشروط اللي وضحهم قانون العدالة الانتقالية وقع اختيارهم على أساس مولاة ومحصة حزبي بحيث إذا من البداية هيئة الحقيقة من جهة عندنا قانون معناها عندنا وزارة اللي معناها ما قامتش بالمهمة المسندة لها من جهة أخرى عندنا قانون معتل ثم هيئة منصبة وما تفرش في عديد من أعضاءها معناها الشروط اللي وضحها القانون ثم أخيرا الأمل لم تعنى اللي كان عندنا في المحكمة الإدارية وخاصة في رئيس المحكمة الإدارية وأنه يتصدى لتجاوزات السلطة ويتصدى لخارق القانون مع الأسف بيرفضه للطعون اللي قدمناه رئيس المحكمة الإدارية زكى خارق القانون وزكى خارق الدستور وهذه العوامل المجتمع بطبيعة العال لا تنبيه بخير وأنا شخصيا زيادة على تأخر امتلاق مسار العدالة الانتقالية نحكيه مثلا على القضايا وهذا هو جرح الثورة اللي هي تولات من اختصاص الدوائر المتخصصة أولا بش يصير تنازع فيما يخص الاختصاص نزلت مطروحة أمام محكمة التحقيد وقت المحكمة التحقيد بش تنقص هل ترى بش يرجعوا للقضاء العسكري ولا بش يمشيوا لهيئة الحقيقة والكرامة ومن بعد هي تحيلهم الدوائر المتخصصة بحيث هالمشاكل هذه بكل نفيدنا عنها والمجتمع المدني مع الأسف رغمه أنه قام بمجهودات كبيرة والتنصيقية احنا من بين الأعمال اللي قمنا بيها وأن حددنا قانون بوسطة مختصين أساسة جمعيين قضاء محامين الناس اشتغلوا على العدلة الانتقالية مع الأسف لم يؤخذ بعين الأقبار وقد يماها المشروع اللي ظهر في العدلة الانتقالية فيها شرط أساسي من الاجحة إرادة سياسية صادقة في إرساء منظومة عدلة انتقالية منصفة للجميع مع الأسف احنا عملنا عدلة انتقالية بشترول عدلة انتقالية وخاصة بهذه التركيبة لهيئة الحقيقة والكرامة عدلة انتقالية وهيئة الحقيقة والكرامة لتصفية الحسابات لمعرفة الحقيقة بالنسبة لينا الفترة اللي فاتت واللي هي فترة تقصي حقائق نجم تقولوها بالنسبة لي ما تسكرتش نهائيا علش على خاطر بش التنجم تتعادل مرحلة لمبعد يلزم أولا كشف الحقيقة هي من بديهيات أو من أبجيديات العدلة الانتقالية أول حاجة هي كشف الحقيقة هل ترى احنا اليوم كشفنا الحقيقة حقيقة ما حصل يوم 14 جنبي ساعة وقبل 14 جنبي والفترة اللي حاصلة من تجوزات وانتهاكات ضد المواطنين وضد الناس هذي كل إلى حد اليوم برشة حقائق ما زالت ماهيش معروفة بالتالي أنا نعتبر أنه فترة تقاسي الحقائق لم تكفي على الأقل لكشف أو لرفع الظلمة على الفترة هذية الحالكة اللي عاشتها البلاد في الفترات السابقة فما تقارير تعملت سواء فيما يخص ملفات الفساد فما منها تعدل القضاء فما منها انتهت في طريق مسدود فما تقارير تعملت على ظروف اندلاع الأحداث الثورة هذي الكل ما حدتش مسئولية صفة واضحة مسئولية طرف أو جهة معينة في الانتهاكات وإحنا نعرف أنه المسئولية معنى فيها نوعية فما المسئولية الجماعية وفما المسئولية الفردية اليوم حتى كان حددنا بعض المسئولية الجماعية المسئولية الفردية متحددتش فما ناس مسئولة على انتهاكات وقفلتت نجمه قولو أنها نجحت في الإفلات من العقاب وهذا مذرر جدا بمصار العدالة الانتقالية لماذا؟ على خاطر زيدا من أبجديات العدالة الانتقالية هو عدم الإفلات من العقاب يعني وضع إليات لمحاسبة جميع أو متبعة ملاحقة جميع المجرمين أو كل من قام بفعل يعاقب عليه القانون أو يعاقب هو يعتبر جريمة في حق الإنسان بتعاقب الحكومات تقريبا تتلفى حكومات تعاقبت من وقت الثورة نرى أنه مصار العدالة الانتقالية فيه نوع من كومينكو يعني نوع من مصار مهوش على نفس الواقع عليش على خاطر في بعض الأحيان فما عادلة تكت تكون انتقالية وعادلة تكون سميها البعض انتقامية إننا سميتها بفرنسا وهي جستيس تخونزكسيوني يعني فيها نوع من الصفقات فما عبيد معناها ما زالوا في السجن على أساس أنهم انتميوا إلى المنظومة السابقة وفما عبيد خرجوا من السجن بعدم سماع الدعوة واتبعها من أصعب الحاجات التي تنجب أن تصير في منظومة في مسار ديمقراطي مسار اتقال ديمقراطي هي نظرية الإفليت من العقاب قبل كل شيء ولا أنه نتويو صفحة الماضي على أنقاذ الماضي من غير من صنصول دي لفاسيين وأنه في بقت من الأوقات ترجعنا صورة إيجابية للماضي إيماش بوزيتيف دي باسي اليوم كي تمشي في الشرع عنيس تقولك والله يمصاب ريجع بنعلي عليش هم النس مع يحنوا للماضي على خطر يظهر لهم وأنوا في الماضي حتى كان فما انتهاكات بالصورة ربما لهم قاعدين بالقهر والذلل يعيشوا فيه اليوم اليوم وقت اللي انت تشوف إنسان عطاء قوامر وانت هك حقوق مواطني ويفلط من العقاب ومش هكا مع انت ربما يتحسل غدوة على حسانة بفضل مع انت انتخابات أو أشياء خاصة وأنه البطاقة عدد ثلاثة مهيش إشبارية في الانتخابات مع انت الناس تقولك مني لشكون مش نيخذ الحق بلشا نيس تحس وأنه الخدش اللي صاري لها في الكرامة متاحة ما موقعش اسلاحه لحد اليوم وهذه كما قلت صورة سلبية جدا وهي اللي تخلي المسار الديمقراطي عفوا المسار العدالة الانتقالية يفقد مصدقيته اليوم الناس فقد ثيقة في السياسيين وفي المؤسسات بسبب عدم وجود عدالة انتقالية صادقة ومعنا نجمو نعطيوها الثيقة ونقولو طوينا صفحة الماضي صفحة الماضي لم يقعطيوها بالنسبة لي ترجمة نانسي قنقر